مائدة رمضانية مختلفة أعدها أهالي منطقة فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة مائدة خصصها أهالي المنطقة لأشقائهم من أهل السودان واليمن الذين نزحوا لمصر وسكلت أعداد كبيرة منهم المنطقة المائدة يمولها أبناء المنطقة بتبرعاتهم الفكرة أننا كلنا أخوات يعني الفكرة كلنا أخوات إذا كان يمنيين أو سودانيين أو سوريين أي حد دول تعتبر كلنا أخواتنا وإحنا وجلنا لهم الدعوة أنه أنه دي بلدكم التانية الكثيرون من أبناء اليمن الذين يعيشون ويعملون في مصر منذ أعوام يرون أن هذه المائدة تعد تشسيدا لروح الضيافة المصرية إحنا اليمنين هنا في مصر نرعى بكل الرعاية وكل التسهيلات وليشعروا كأننا في بلدنا الأول مش حتى الثاني نعتز بمصر وأهل مصر وأهل مصر على ريوسنا وهذه مادة تفطار للجميع اليمنين والسودانيين جزاهم الله على الخير من يقوم بهذا العمل أما السودانيون الذين يقضي أغلبهم شهر رمضان لأول مرة خارج السودان فتباينت مشاعرهم إزاء هذا المشهد المائدة كلام حلو جدا السودان طوالت قايته لكن أول مرة أشوف حياة زيدي في مصر حياة ظريفة شديدة الناس كلها متجمعة والزينة في الشوارع بس برضو ما زي السودان السودان هناك في الشوارع بيكونوا في الفرش تحت في الوضع هنا بتلقى في المائدة مايدة بس ما بتلقى كل الناس قاعدين تحت مشاعر مشابهة عبر عنها المصريون الذين يتناولون إفطارهم مع النزحين السودانيين واليمنيين أهلين كلهم والله وإخواتنا وناس محترمة جدا سكان السودانيين واليمنيين والله كلهم في بلدهم يعتبر وإحنا اللي نعتبر ضيوف عندهم مش هم اللي ضيوف عندنا الإفطار ورغم بساطته فإنه يمثل تجسيدا لروح المحبة التي يوفرها أبناء مصر والتي لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار أحمد عثمان الحدث القاهرة